نبتدي يومنا في نهارك سعيد بفقرة الصحافة والنهاردة 3 إبريل 2012 ومشرفني في فقرة الصحافة النهاردة الأستاذ خالد البلشي رئيس حرير جريدة أنبديل الإكتروني صباح الخير فن صباح النور صباح الله زكا أستاذ خالد قبل ما نبتدي سريعا كده تعليق النهاردة أنا سألت سؤال على الصبح كده في الأول وقلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصادق الأمين 2012 ميلادية في صادق وأمين كتير في صادق وأمين بس الأزمة أننا دلوقتي بقينا بيحكمنا الكذب يعني أو بيحكمنا المروغة والتراجع بشكل أساسي في خلال الفترة الفرنية يعني كثير من الجماعات السياسية تعلن مواقف ثم تتراجع ثم عنها بشكل واضح أو بشكل أساسي ثم تبرر هذا التراجع لأسباب دينية بردك كثير من أحد النواب يخرج ليتكلم عن سرقة فتكتشف أنه في الآخر براح يعمل عملية تجميل في منخير وحد الثالث بيتكلم على أن هو خالق مصري خالص الجنسية ثم يخرج في النهاية ليتكلم على أن أخته أمريكية بس هم عايش معها جرين كارد طيب أنت واضح أنك أنت عايز تخش في الصحافة سريعا أنا كنت بأسأل السؤال بكل بساطة عن عموما يعني نبتدي من جريدة الشروق صفحة أولى الشاطر أثار زوبعة واختفى وعمر سليمان يعلن ترشحه خلال ساعات المص اليوم صفحة أولى مرشح الأخوان يفتت الإسلاميين الشروق صفحة ستة لعنة الجنسية المزدوجة تطارد مرشح الرئاسة المص اليوم صفحة خمسة أبو اسماعيل يقاضي العليا للرئاسة ورئيس اللجنة من حقه يطعن في حالة استبعاده الأهرام صفحة أولى لجنة لمراقبة نفقات الدعاية ومصادر التمويل الأخبار صفحة ثلاثة أبو النجا الحكومة لن تستقيل والقرار بيد المشير المص اليوم صفحة أولى الإدارية توقف طعون إعادة شركات الخصخصة لحين الفصل في رد المحكمة الشروق صفحة ثلاثة بدء التحقيق مع زاهي حواز بتهم التهريب الآثار الأخبار صفحة ثلاثة استقالة رئيس المجر بعد اتهامه بصرقة دكتورة الشروق صفحة أولى أستاذي العزيز الشاطر أثارة زوبعة واختفى مش عارف اختفى فين وعمر سليمان يعلن ترشحه خلال ساعات تعليق حضرتك هيا فهم يعني هو بتكلمه أن الشاطر أثارة زوبعة واختفى أنه خلاص أعلن عن ترشحه للانتخابات ولم يفعل مثلما فعل المرشحة الآخرون لو التواجد في الشارع أو بداية التعاية وخصوصا أنه ترشحه متأخرا لكن الحقيقة الشاطر لم يختفي الشاطر كان مبارح عنده جدول أعمال تاني خالص الرجل منذ اللحظة الأولى قرر أن يتعامل عن أنه رئيس وأن يطمئن القوى الخارجية وكان عنده اجتماعات مع نواب في مجلس نواب أمريكيين وقرر أن يرسل تطمينات واضحة حول النظام الاقتصادي لمصر وحول الموقف من إسرائيل يعني هو جدول يعني أنا أعتقد أنه لم يختفي ربما يظهر الشاطر النهاردة كمان بشكل مختلف لأن الجماعة دعت إلى مؤتمر لم تعلن عنه للصحافة المحلية تندعاته للصحافة العالمية الساعة 11 النهاردة في مقرها في المؤطم فهنا دلوقتي في مرحلة نواب يستكمل أوراق هو يوم الخميس ربما يكون إعلانا قويا عن عودة الشاطر بعد كده الجماعة ممكن في الاختفاء ده ممكن يبرر أنه ده وقت صمت انتخابي طبقا للقوانين فهو يتحرك بدءا من يوم الثمانية إنما الحقيقة أنه يعني سلك سلوكا آخر الرجل تعامل منذ اللحظة الأولى على الخارج قبل الداخل العين كانت على الخارج العين أرسلت تطمينات واضحة لا تخلقوا على مؤهد السلام لا تخلقوا على نظام الاقتصادي والمفتاح الاقتصادي يعني أنا رئيس ربما بأجندة حسن مبارك ولكن يعني بشكل إسلامي جريدة الشروق جريدة زكية إن هي جايبة في الصفحة الأولى أشراط رقاطات زوبعة واختفى وكمالة بقى أو كمالة زي كده الكشر الكمالة وعمر سليمان يعلن ترشحه خلال ساعات هو يعني جريدة الشروق بتعمل إرسال رسالة بشكل يعني مش واضح إنه هيبقى فيه مرشح الإخوان ومرشح العسكري بالضبط ومرشح العسكري بس الحقيقة الكلام عن ترشحه أمر سليمان قيله كثيرا إمبارح بس بدأ يتقال كلام يعني يعني الضغط على فكرة إنه هو ربما يترشح بشكل حقيقي الأخطر من ده كمان أن الفريق أحمد شفيق يعني في حوار بالأمس يعني أعلن أنه ربما يستقيل في حالة ترشح ربما ينسحب من الصباق في حالة ترشح عمر سليمان هنا يعني أن المجلس العسكري سيكون له مرشح واحد نعم وعلى الإسلاميين أن يتصرعوا على أماكنهم ده معناه كده إنه إحنا قدامنا الخريطة بتاع الانتخابات هتبقى إسلاميين في مواجهة إسلاميين مرشح للعسكرية والنظام القديم وهو عسكري جزء من النظام القديم ومرشح للقوى ومرشحين وأكتر من مرشح يتصرعوا من القوى اللي كانت في التحرير وغيره نعم الحسم دلوقتي بهذه بالتأسيمة دي أعتقد يعني في الجولة الأولى سيكون لمن لا يفتت أصواته سيد خالد عشان أنا في بتكلم في وسائل الإعلام يعني وسيلة من وسائل الإعلام فالمفروض أنه يبقى محيط هو مش من مصلحة الإسلاميين إنه هما يتكتلوا على واحد بس ومن مصلحة الليبراليين إنه هما يتكتلوا على واحد بس بدل تفتيت الأصوات وده الخبر اللي جاي من المصري اليوم صفحة أولى مرشح الإخوان يفتت الإسلاميين ده كلام هما بالفعل بدأوا مبارح مبادرة لتوحيد المرشح الإسلاميين والنزول بمرشح وحيد مبارح أكتر من جهة قررت أنه هي مبادرة من مجلس إدارة الدعوة السلافية ومن قوى إسلامية تعالوا نعمل مرشح واحد بعض الناس فسر المبادرة دي على أن فرص حزم صلاح ابسماعيل تتراجع بعد التهمات حوالين جنسية وردات الأمريكية والبعض الآخر لأنه جمع الإسلاميين تحت مرشح واحد والاتجاه يتجه نحو الشاطر وساعتها ربما يكون حزم صلاح ابسماعيل له دور في المرحلة القادمة نائب للرئيس أو غيره والتفاوض سيجري مع حزم صلاح ابسماعيل والشاطر والعوة وعب منا والفتوح وأنا أعتقد أن عب منا والفتوح ربما يخرج من سياق هذه التفاوضات لغضب الإخوان عليه ولأنه بقى خارج الحزبة اللي هم عاملين معركة كبيرة طب دول الإسلاميين طب يعني الليبراليين بقى الليبراليين يستمر يعني الناس دي ايه عامر ما هي الفكرة أنت أمام قوة يعني قوة متنقضة خالص على الجانب الآخر الإسلاميين قرروا حسم تنقضاتهم حوالين ما يسمى بالمرشح الإسلامي الليبراليين ما بين مرشح في اليسار ومرشح يعني ما بين النظام القديم وكان جزء من ده وجزء من ده ومرشحين آخرين شاركوا بالفعل في الثورة وكان لهم دورا واضحا فده اللي أخبطها في اللحظة دي المسألة ستكون صراعا كأنها صراعا بين الإسلاميين والعسكري وكأننا نعيد إنتاج المشهد بتاع الانتخابات اللي فات الشروك صفحة 6 لعنة الجنسية المزدوجة تطارد مرشحي الرئاسة ده موضوع طب نضم مع كمان المص اليوم صفحة 5 أبو اسماعيل يقاضي لعليا الرئاسة ورئيس اللجنة من حق التعن في حالة استبعاده الموضوعين بالفعل مرتبطين لعنة الجنسية المزدوجة هو بيتكلم على فكرة أول مرشح خرج من السباق مبكرا جدا كان زويل وده عشان الجنسية المزدوجة وهو يلمح لأنه مرشحا آخر غير أبو اسماعيل لهم بيقول في الموضوع بيؤكدوا على أن هناك وسائق ثبوتية وصلت وهي شيء غد لوقت اللجنة لم تؤكدوا على الوصلة اللجنة للانتخابات تؤكد أن والدة أبو اسماعيل كانت تحمل الجنسية الأمريكية ده المرشح ما زاله مصر على نافيه وفي حرب مبارئة حصلت على وسائل الإعلام وشيخ خرج من من مسجد في بروكلين بيقول أن هو أن أبو اسماعيل يدعي وأن هو لا يقول الحقيقة وأن هو عارف وأن بالفعل هو يدرك أن جنسية والدة الأمريكية على الجانب الثاني أبو اسماعيل طلع قال له ده يتهمه بأنه الشيعي مش عارف يعني إيه اتهم بأنه الشيعي بس يتهمه كمان أنه كان متهم في سريقات وكأنها والاتنين بدأوا اتهمات للتشويه الاتنين بيتهم وبعض بأنهم بيشويهوا الإسلام معصولات الإسلام الكلام بقى الأخطر هنا أن هناك مرشح من ثالث من المرشحين المطرحين كان يحمل جنسية دولة العربية كبرى وبينقصين بعض الناس الرابعة أن أحد المرشحين كان يحمل جنسية سورية و ده مين ده يا بيه هو الغد دلوقتي الكلام يعني بيدور بعض الناس بيقول الكلام ده على الدكتور العوة بس ده كلام لم يؤكده غير ده مجرد كلام فدلوقتي بقينا قدام أزمة الجنسية المزدوجة اللي هي في بعض في النظام السابق بعض كان بيأخد أحماية يعني بعض كان بيجرع الجنسية الأمريكية عشان يحتمي بيها فربا جات الجنسية الأمريكية عقبة لتطارد أبو إسماعيل زي ما احنا شايفين وربما تطارد آخرين جنسيات أخرى طبعا العليا بس في خلسة مبارة هتحسم موقفهم قال لها جنسيات أخرى طبعا كلهم لن يشاركوا في السباق طبعا العليا بس إثناء عمر موسى العليا أن هي توصل في الآخر أنها ترد أنه هو والدته أمريكية ولا لا لكن نحن محتاجين أن نسرع شوية نحن مش عايزين نرجع تاني للبطء في القرارات أو البطء في التحقيقات أو البطء في وجود النتيجة ليه؟ لأن أنا كل ده مش هممني أنا هممني أن في كثيرين من السلافيين يعني يظن أن هناك مؤمرة أنا مش عايز أوصل لمشكلة ما بين الشعب أنا مش عايز أوصل لمشكلة ما بين أنه أنتو هتخونونا أو أنتو بتخونو الرجل بتاعنا يعني يعني يريد الحاجات توضح بسرعة اللي حصل مبارح عشان التشريع ده أن أبو إسماعيل هو يقول أنه أن هناك مؤامرة ضده بس أنا تقديري أن المبادرة السلفية اللي خرجت مبارح لتوحيد القوة الإسلامية تحت مرشح هي محاولة لاحتواء هذا المأزق تمام لسبب بسيط لأن هناك تلويح في حالة ثبوت ذلك أبو إسماعيل ربما يكون معرضا لاتهام بتزوير في أوراق رسمية ده هي حالة ثبوت لأن وقع على قرارات في اللجنة العواني تؤكد أنه لا أحد في عائلته مززوج الجنسي نبتدي ونخش على الأهرام صفحة أولى لجنة لمراقبة نفقات الدعاية ومصادر التمويل مصادر التمويل أنا أعتقد أن اللجنة يعني هم بيقولوا أن فيه لجنة بس اللجنة أبو إسماعيل حتى في إفيه شهير طلع في أحد التسجيلات واحد بيقول له أنا الحياة عندي شقة واكتشفت أن ما فيهاش بسطرات لأبو إسماعيل قال له ده كان من ساعتين بعد الساعتين ما تعرفش عملي دلوقتي ده دلالة على كم من البسطرات اللي هي اللي حصلت في ده كله فده معناه أن هناك يعني مزيد من الانفقات الدعاية دون رقابة طبع ياريت الأخبار صفحة ثلاثة أبو النجا الحكومة لن تستقيل والقرار بيدي المشير دي المعركة اللي أنا أظنها كانت مفتعلة على الحكومة وهل ستستقيل ومش تستقيل للآلاء الدستوري كان حاسم الأمر وكان الإخوان يدركون ثم تم التصعيد لا أدري لماذا فإذا أبو النجا بتقول إحنا بتقول العسكري إحنا خرار إلا هتطلع قرارنا العسكري وإلا هيمشينا العسكري وده كلام يعني هي بتحسم الكلام حوالي الجدل حوالي الحكومة يعني يروح لعبه في حتة تانية المصري اللي نصف حوالي الإدارية توقف تعون إعادة شركات الخصخصة لحين الفصل في رد المحكمة الأخطر من الخبر هو التعليق اللي جايباه للمصري جواه الخبر الخبر بيتكلم على إن رد محكمة فاتأجلت ده طبيعي في رد المحكمة بتنقل لدائرة أخرى حسب ما اتخذ القرار لجوا الكلام أن خبراء اقتصاديين قالوا أن هذا الرد جاء ليكون فرصة للحكومة عشان تتفاوض بما يعني أن الرد مفتعلا بما يعني أن هناك اتجاه لأكل الأحكام السابقة بما يعني أن هناك اتجاه للعودة على فكرة أحكام اللي قررت رد الشركات التي بيعت بتراب الفلوس ده على طول بيجيجي فدماء على طول مع المؤشرات اللي خرجة من الإدارية العليا اللي بتتكلم على إنه مبارك والعدلي ونظيف ربما في الأحكام الخاصة بقضية الاتصالات قطع الاتصالات ما هوش هيخده حاجة هيخده برعة المرة دي والمبرر الشديد الغرابة إن الناس المتضررين ما استطاعوش ما قدروش يقدموا حاجات تثبت إنهم ما قديروا وكأن أنا محتاج أعمل الاتصال وأقول المحكمة الحق وإنه كنت مموت كان فلان جنبي بيموت في التحرير نعم والتليفون اتقطع فما عرفنا يا جريمة كبرى في عمال بقالهم سبع تشهر ما خدوش مرتباتهم يعني كل اللي احنا بنقوله ده على عيني وعلى راسي إنما في شعب عايز يعيش الشروك صفحة ثلاثة بيت التحقيق مع زاهي حواز بتهم التهريب الأثار ده جدل أنا فاكر من أول ما دخلت الصحافة كنتم باشوف الخناء على معارض الأثار وهناك نظام بيسند المسألة دي بقوة وفجأة يطلع حد يقول إنها بتروح تتسرق وبيضرب نمازج كتيرة جدا لأن أثار بتخرج ما بترجعش ده مثلا أنا شفته من ستاشهر سنة في حد شافه من قبلي ومع ذلك هناك كان هناك إصرار على إن القطع تخرج وكلام على أن هناك تجارة أثار وأن مسؤولين متورطين فيها وهناك بلاغات كثيرة جدا ضد كاسير من رموز النظام السابق محفوظة في مكتب في أدراج النائب العام ولم تتحرك حتى الآن ده سؤال غريب يعني فيما يخص ده لإنبارح بقى بيحركوا بلاغ أنا مش عارف يعني أضعف البلاغ أنا تعديل إنه أضعف البلاغات اللي هو يخص المعارض هناك بلاغات واضحة عن سرقة أثار وعن تجارة في الأثار لم تتحرك حتى الآن آخر خبر معنا النهاردة من جريدة الأخبار صفحة 13 استقالة رئيس المجر بعد اتهامه بسرقة دكتوراه ده أنا شايف أنه خبر مهم بس لما نجي نجيب وعندنا شوية ده راجل استقال لأنهم اتهموا أنه كان سرقة دكتوراه سنة 92 الحقيقة عندنا ورشحين للرئاسة متهمين بأنهم أفسدوا مطارات وأنهم اتشاركوا في تعذيب بالنيابة وأنهم عذبوا مواطنين ومصررين على خوض الانتخابات وبيعتبروا ده دليل جودة بيعتبروا أنا جرّت أنا صاحب خبرة خبرة في يعني أنت متهم في قضايا فساد لم تحرك أنا لو مكانه كنت طالبت بتحريك هذه القضايا طالما أنا بريئة نعم ما ينفعش يبقى رئيس عندي وفي الآخر في محكمة الجنايات بعدما يبقى رئيس وآخر متهم بشكل واضح بوصائق مخابرات أمريكية أنه شارك في تعذيب مواطنين مصريين ومواطنين لصالح أمريكا نعم ومصر على خوض الانتخابات يعني شوفوا رئيس المجرب بالمناسبة أستقال عشان رسالة جامعية سالة 92 أخد منها أجزاء من رسائل أخرى الكلام اللي انت بتقوله محترم جدا بس أنا واقف عند حاجة تانية كلمة استقال وإحنا فيها عندنا من 60 سنة حد استقال يعني أعتقد اثنين أو ثلاثة اثنين أو ثلاثة بس الاستقال والباقي كله شرفاء أه بالضبط كله كويسين زي الفل أه طبعا أكيد مش بقول لحضرتك صادق وأمين الرسول عليه الصلاة والسلام الأستاذ خالد البلشي رئيس تحريج جريدة البديل الإلكتروني شرفتنا ونورتنا فن شكرا عندنا حضرتكو تقرير خاص بتكريم الشعراء الشبان أقيمة ببيت الشعر العربي بيت الست وسيلة تكريم لطلبة ورشة العمل من الشعراء الشباب والتي عقدت طوال الفترة الماضية يا رب نبقى صادقين تروح نشوف التقرير